بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد سورة الإخلاص نعم تسمى سورة الإخلاص قل هو الله أحد بهذا الاسم بسورة الإخلاص نعم لأنها تخلص قارئها من الشرك يعني الذي يقرأ هذه السورة بإذن الله تكون سببًا بأنه يوحد الله سبحانه وتعالى ويخلص الدين لله ويخرج من الشرك نعم وسمعت أيضًا بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في وصف الله ليس فيها لا قصص ولا أحكام فيها توحيد فقط نعم القرآن فيه توحيد خبر عن الله وفيه أحكام وفيه قصص نعم فهذه السورة ليس فيها لا أحكام ولا قصص فيها خبر عن الله فقط ولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن يعني الذي يقرأها كأنما قرأ ثلث القرآن نعم في الأجر طبعًا في الثواب نعم فمتى نقرأ هذه السورة نقرأها هي وقل يا الكافرون وفي الركعة الأولى بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص في سنة الفجر يعني سنة الفجر وسنة المغرب يعني بعد المغرب نعم وكذلك في سنة الطواف وكذلك في الشفع والوتر في الوتر نعم سورة الإخلاص تقرأ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء ودبر كل الصلوات المفروض الخمس نعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه ماذا لابد أن نقول ولابد أن نعلن للناس ماذا أن الله سبحانه وتعالى نعم نعم تقول أن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته الله أحد نعم نعم يعني تقول أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بأفعاله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق نعم وكذلك تقول أن الله سبحانه وتعالى يعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد أحد معه يعني واحد في عبوديته نعم لا يعبد إلا الله يفرد بالعبادة وكذلك يفرد بالأسماء والصفات ثابتة له لا يمكن تماثل أسماء وصفات الخلق نعم الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود محبة وتعظيمة نعم الله الصمد الصمد هو الذي تصمد يعني ترجع وتلجأ إليه الخلائق في حوائجها نعم تلجأون لغيره نعم أو الصمد الذي هو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه نعم نعم الثالث من معاني الصمد أنه هو السيد الذي كمل في سؤدده كمل في ربوبيته كمل في ألوهيته كمل في أسمائه وصفاته لم يلد ولم يولد الله سبحانه وتعالى ليس له والد ولا ولد ولا زوجة لكمال غناه سبحانه وتعالى نعم الواحد مننا يحتاج إلى ولد لماذا؟ تحتاج إليه يساعدك يعني يمشي معك يقضي حوائجك وهكذا لكن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق أيضاً الولد دائماً في الغالب يشبه الأب والله سبحانه وتعالى ليس له ليس له مثيل نعم ولهذا لا يمكن أن يكون للرب سبحانه وتعالى الكامل والد أو ولد أو زوجه نعم ولم يكن له كفواً أحد يعني ليس له مكافئ ليس له شبيه ليس له مثيل ليس له لد لكمال سبحانه وتعالى لكمال غناه نعم هذه السورة ينبغي أننا يعني ننظر في تفسيرها في معنى الكلام الذي فيها لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أمرنا أن نبين هذا الموجود في هذه السورة للناس